السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم النهاردة فيديو جديد. هنعمل فيه سلسة الطماطم الامر اللي انت شايفينها دي. عملناها ازاي? وازاي تحتفظ بيها مدة كبيرة سواء برة التلاجة او في باب التلاجة. تعال اقول لك ازاي عملتها وتطلع معاك حلوة جدا منجزة جدا لما تكوني مسلا عايزة تعملي مكارونا اه شغالة معاكي تعملي مسقعة تحطيها على محشي اي حاجة بتكون جاهزة عندك في باب التلاجة وتستخدميها. حابة تحتفظ بيها في الفريزر مفيش مشكلة بس من غير البرطمان الازاز. هجيب الطماطم كمية الطماطم اللي عندك حتى لو كيلو طماطم شغال هتشتغل بيه حلو جدا. ايه السر النهاردة في اللون الاحمر الجميل اللي انت شفتوه? ان انت بتجيبي الفلفل الاحمر الرومي لو عندك اه اللي هي البابركة اللي هي فيها شطة شوية كده فيه اللي هو البابركة الشطة هتحط منها مسلا اه يعني فلفليتين كده ولا تلاتة. تمام? وبالنسبة للطماطم اللي انتو شايفينها اللي هي المعصورة. انا برضو عصرت معاها اه نص كيلو فلفل احمر اللي هو الرومي. يعني انا جبت كيلو فلفل رومي. وآآ اسمته على نصين. نصه حطيته للطماطم اللي هي اللي انتو شايفينها اللي هي في الحلة الكبيرة. اللي هي الحبة لسه اه ما تفرمتش سليمة زي ما هي. وكمان حطيت بالنسبة للي هي المعصورة على جنب. انا النهاردة عملتها بطريقتين. طريقة ان انا آآ بعصر الطماطم من الاول. حابة تصفيها مفيش مشكلة. اعصريها وصفيها. وبدأ ايهات الحلة وحطيها على النار. والطريقة التانية برضو ان انا بحط الطماطم كده آآ بس من غير مية ولا اي حاجة بتخسليها وتحطيها في آآ في الحلة. وتنزل عليها بالطماطم آآ باللي هي الطماطم وبعد كده آآ تضيف لها اللي هو الفلفل الاحمر الرومي. حابة تضيف زي ما قلت لك كده قرنين فلفل اللي هو الشطة اللي هي السبايسي. آآ مفيش مشكلة. مش متوفرة عندك. تمام? في ناس بتحط لها بانجر. بس انا يعني ما بملش اول اللي هي بالبانجر. انا بحبها جدا بتبقى جميلة معايا ولونها حلو. ومميز باللي هو الفلفل الاحمر البابريكا. او الفلفل الاحمر الرومي. يعني بدل ما تشتري مسلا الفلفل احمر الوان. آآ فلفل احمر وآآ واخدر واصفر. آآ لا قولي له انا عايزة فلفل احمر بس. تمام? آآ هنا خلاص كنت انا حطيت عليها معلقة سكر ومعلقة ملح على حسب الكمية طبعا اللي معاكي. بس انا ما بحبش اضيف كتير ملح علشان ايه طبعا آآ في بعض الاوقات بتبقى بستخدمها كاضافة. فمش حابة ان هي تبقى ملحة قوي يعني. فمعلقة او نص او حاجة كده حلوة جدا او معلقتين بالكتير. آآ على حسب الكمية زي ما قلتلك اللي موجودة معاك. هنا كانت خلاص طبعا اللي هي معصورة. ما خدتش وقت آآ قوي على النار. بدأت بقى ايه? آآ تستوي بسرعة. طبعا انا خلتها هدت عليها النار خالص وسبتها اليوم كله على النار. مش اليوم كله يعني سبتها ساعتين تلاتة كده وفصلت عليها. وباتت معي ورجعت تاني يوم آآ شغلت عليها النار. طيب لو احنا في الصيف يبقى برضو آآ تطفي عليها النار وترجعي تشغل عليها النار بعد ساعتين كده ولا حاجة? النار تبقى هادية جدا هتبدأ ايه يعني ايه? آآ واحدة واحدة كده بحيس ان هي ايه? المية كل المية اللي فيها تخلص. هو ده اللي بيساعد ان ايه تحتفظ آآ تحتفظ بيها برا التلاجة من غير ما تعمل عفن ولا تعمل فطريات البيضة اللي احنا بنشوفها دايما على الصلصة. فتخليها على النار بس هدي عليها النار خالص بقس بيها هتاخد راحتها جدا. عندك خلط بعد ما اتخلصي كده هتبص تلاقي الطماطم بتاعتك المية اللي فيها كلها نشفت هو ده اللي بيساعد بقى ويخليك تاخدي احلى نتيجة للصلصة ان هي ما تبقاش ميتها كتيرة. كل ما تبقى فيها مية لسه فيها مية وبتجيب مية الساعتين اللي انت بتركنيها فيهم هي المية بتطلع منها. تمام? وتبدأ انت بقى تلاحظ بقى ان هي لسه فيها مية تانية. يعني انت يتيالك ان هي مسلا المية بتاعتها خلاص قلت. فلما تطفي بقى النار عليها هتبص تلاقي المية جمعت وطلعت عليها. هتبدأ تشغل عليها النار تاني. ولسه برضو هنشغل عليها النار تالت بعد ما ايه? بعد ما افرومها. عندك خلاط اشتغل بي. عندك كبة تمام. لو عندك الهند يبقى ممتاز جدا. تمام? هنبدأ مع بعض كده آآ آآ نفرم اللي هي اللي كانت في الحالة الكبيرة اللي هي كانت كانت واحدة صحيحة. وبرضو اللي هي اللي كانت في الحالة الصغيرة بص الكمية بتاعتها قلت انا اخدت منها شوية كان آآ كنت باع من المحش فيها اخدت منها فكاية جميلة جدا. تمام? آآ فكاية كميتها قلت خالص كده لان انا بسيبها على النار يعني انا بعد ما ضربتها بالهند بلندر زي ما شفته سبتها على النار شوية كمان. فديتني النتيجة اللي انت شايفاها دي تديك احلى صلصة تقدر تحتفظ بيها فترة كبيرة جدا. آآ من غير ما تكون آآ فطريات او عفن او اي حاجة. نبدأ بقى عندك البرطمانات. البرطمانات هاتيها بقى تكون غسلها ومتنشفها كويس جدا. ونبدأ كده آآ نحط فيها معجون الطماطم بتاعنا. ونبدأ من فوق الوش كده بحبة زيت كده وتغلي فيها. هنبدأ برضو نحطها بباب التلاجة. وبمجرد ما تاخدي منها تبدأ ترجعها التلاجة تاني. آآ لكن زي ما قلت لك لو انت سيبتيها على النار وتعتقت كويس هي حاجة اسمها تعتقت حلوة يعني كده على النار هتلاقيها يعني ما تحمطش معاك بسرعة. يعني انا انا الطماطم دي انا كنت عاملها من فترة. فكنت بسيبها برة التلاجة ولا تحمد ولا يحصلها اي حاجة. بس زي ما قلت لك كده مش انت تسيبيها على النار بقى ساعتين ولا ساعة ومص وتضربيها وتقولي لي بازت مني لما خرجتها برة التلاجة. لا. انا بقولك سيبيها على النار. هاتدي النار عليها جدا. شمعة لو عندك شياطة حطيها تحت منها. وسيب الطماطم بتاعتك تتسبك وتاخد وتدي هتديك نتيجة جبارة جدا. ولا يعني الصلصة عمرك ما هتشتريها من برة تاني لو عملتها بالطريقة اللي بقولك عليها. آآ بالنسبة للتلاجة آآ حط البرطمونات عادي بباب التلاجة. انما انا ما بنصحش ابدا اي حد ان هو يحط الازاج في الفريزر. عايزة تحفزي عليها في الفريزر. حطيها في اكياه زي ما انا وريتك كده. وشيليها في الفريزر. لكن انا عبتهم كلهم وحطتهم بباب التلاجة. بطلع البرطمونات استخدمه ويدخل التلاجة حتى لو بات معايجي ما بيحصلوش اي حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير. واشوفكم فيديو جديد مع السلامة.